بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين الصورة النمطية التي رسمها الوهابية عن الصوفي وعن الصوفية من هم؟ عبارة عن شيء جماعة من الدراويش الهبل المجانين الواحد منهم يصعد عريانا على المنبر وربما بال على الناس نعم ومن كان منهم من أهل العبادة فهو يتنطع في الدين ويكلف نفسه بما يخالف السنة حيث يزيدون في العبادات فيصفونهم مرة بالبدعة والتنطع في الدين إذا ما رأوا منهم عبادة أو قال هؤلاء باحية لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما قوم يعيشون في الكهوف منعزلين عن الناس قوم جهل في الدين لا يفقهون شيئا في علوم الإسلام يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعيشون في خرافة بلا شك يعني هذا الصنف من الصوفية وهو الموجود في عقل لإخوة وقد نفثوه على الكتب وكتب به عبد الرحمن الوكيل وأمثاله وغوغل الآن يعني مزين بهذه الأشياء وربما أتوا لبعض الدراويش يضرب لواحد منهم نفسه بالسكين ونحو ذلك ويصور ثم انظر هذه الصوفية أو يدورون في أماكن معينة بطريقة في أصلا فعل مباح لكن هكذا لما يصور بطريقة على أن انظروا هذه العبادة هؤلاء هم الصوفية جماعة دراويش هبل مجانين لا علم لهم إباحية إلى آخره يعني هذا هكذا عد إلى أي كتاب من كتب الوهابية سيتكلم بهذه الطريقة تعال نلقي نظرة أخرى مختلفة لنصف الواقع وليس الخيال الخيال موجود ولكن الآن نتكلم عن الواقع ما هو الواقع؟ الواقع أن ساسة الدولة الإسلامية منذ ما يقرب من ألف سنة أغلبهم كانوا من الصوفية يعني هؤلاء الذين كانوا يعقدون لواء الحرب والجهاد في سبيل الله وأئمة المسلمين يعني أرطغر العثمان غازي الغازي عثمان محمد الفاتح سليم الأول سليمان القانوني كل واحد منهم يعني ببنية أكبر إمبراطورية في التاريخ ها ثلاث أربع أوروبا كانت بأيديهم حدودهم وصلت يعني إلى ملاوي هذا شيء أندونيسيا كانت ترفع العلم العثماني أكبر امتداد في التاريخ الساسة يعني نور دين الشهيد العالم الفقير حنفي المحدث الما تريده في الاعتقاد القائد للجيوش هذا من أئمة الصوفية من أخذ الطريقة على مدرسة سيدي عبد القادر الجيلاني خليفته صلاح الدين الأيوبي أما بن عثمان فحدث ولا حرج ما من واحد من أئمة حتى للوحة التذكارية المشهورة محمد الفاتح يدخل بجانبه مولا قوراني اللي هو شيخ الإسلام في الفقه وعلى يساره أو يمينه ربما اختلفت الجهة آق شمس الدين وهو شيخه في الطريقة أهل السياسة كانوا على هذه الشاكلة كبار علماء كبار رجال الدولة كبار الفقهاء كانوا من الصوفية من المذاهب الأربعة هذا ابن عابدين يؤلف كتابا سل الحسام الهندي في نصرة مولانا خالد النقشبندي وهو ذاته الذي يقرر ومن الخوارج في زمائنا أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي في حاشد بن عبدين أنت تعلم ما معنى حاشد بن عبدين حاشد بن عبدين فقرة في القانون السوري تقول إذا لم تجد إذا لم ينص القانون السوري على هذه المسألة فيرجع إلى حاشد بن عبدين فقانونية يعني تتبع في القانون السوري يعني هذا ابن عبدين النواوي رحمه الله يقول عنه تلميذ بن عطار يقول ما مات حتى قطب يعني موصوفي لا النواوي لم يكن الصوفية كان من أقطاب الصوفية كان من أقطاب الحافظ السيوطي هذا الذي في كل جامعة من جامعاتكم تدرسون شيء من كتبه هذا من شيخ الطريقة الشاذلية وكان مسلكا وله كتاب تأييد الحقيقة العالية وتشهيد الطريقة الشاذلية الشهاب القرافي صاحب أنوار أنوار البروق في أنواء الفروق هذا معروف مكانته في علم القواعد الفقهية هذا من المسلكين على طريقة سيدنا أبو الحسن الشاذلي هذا يسلك في الطريقة الشاذلية يعني وارث من وراث سيدنا أبو الحسن الشاذلي ابن الحاجب يعني كل واحد درس علم الأصول ودرس علوم اللغة يعلم من هو ابن الحاجب تعلمون من هو ابن الحاجب هذا؟ هذا إمام اللغة وإمام فقه اللغة وعلوم اللغة والبلاغة والمعانئة وأصول كبير من كبار العلماء قرأ على سيد أبو الحسن الشاذلي لكتاب الشفا بتعريف حقوق سيدنا مصطفى وحينما توفي دفنوه في قبر سيد أبو العباس المرسي في قبر واحد أبو العباس خليفة أبو الحسن الشاذلي العز بن عبد السلام سلطان العلماء الذي تقرأون عنه أنه باع المماليك تعرف ما باع المماليك؟ يعني باع حكام البلاد هذا من الشاذلية كل واحد منكم يكتب التعريفات في رأي يرجع السيد الجرجاني من كبار النقشة بندية السيد الجرجاني صاحب التعريفات إمام من أئمة العلم كان يضرب به المثل إذا قالوا فلان عالم يقول أعلم من السيد والسعد يعني وصل إلى مرتبة لا يكاد يصل إليها أحد إذن الأزهر الشريف كل رجال الأزهر السابقين من الصوفية كبار علماء الأزهر الشريف من؟ المغرب القرويين مثلا كلهم كان من الصوفية تونس الزيتونة الملاوي أندونيسيا ماليزيا سنغافور هذه البلاد أو البروناي دخلت على أيدي ألبا علوي الصوفية طيب إذن ما كان الصوفية جماعة مهابيل ومجانين وكذا طيب عيب عليكم يا أخي آه تركز الأضواء على حالات سلبية موجودة تنتسب للتصوف والصوفية لا يعترفون بها وتقول هذا هو التصوف عيب هذا عيب داعش التي هي ابنتكم يعني إيش الشرعية تتبرؤون منها مع أنها مساكين لا يخالفونكم في كلمة واحدة لا يخرجون عن الأصول الثلاثة ولا يخرجون عن نواقض الإسلام ولا يخرجون عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ولا يخرجون عن فتح المجيد ولا يخرجون عن تسير العزيز الحميد ولا يخرجون في كلمة واحدة حتى حينما يحرقون الناس يحرقونهم بفتوى لبنتيمية هؤلاء تتبرون منهم وهم يطبقون مذهبكم كما هو بينما تنسبون إلى التصوف بات رب قناة وهابية شهيرة تقوم بتقطيع عدة برامج تدفع فيها ربما عشرات الآلاف من الدولارات لتتكلم عن التصوف والبرامج تسجل في مصر ها أين في أماكن التي فيها العوام والجهلة وكذا طيب لماذا لا يتعب نفسه بالاتصال بشيخ الجامعة الأزهر وهو الشيخ طريقة أو بمفت الديار وهو الشيخ طريقة أيضا أو لماذا لا يذهب إلى قسم من أقسام التصوف في كلية في الجامعة الأزهرية لماذا لا يريدون هذا طيب يا أخي عيب عيب لماذا لأنه الآن في عصر مفتوح والعالم في قرية واحدة أخواننا السلفية عدد منهم الآن من أسباب عودته إلى منهجه السنة تلك الأكاذيب التي جعلتموها تجاه الصوفية وذلك الموقف السلبي حتى كنت أقول الشيخ الجامعة الإسلامية طيب لماذا لا نقول تصوف صحيح وتصوف فيه بدع أبدا التصوف من أصله باطل ولا أزال أذكر أسماء في ذهني يعني قليل منها أغلب الأسماء نأسيتها طيب اتقوا الله جل جلاله رجال الدولة والسياسة من الصوفية والرجال العلم والفكر من الصوفية وحدث ولا حرج عن التجار والجماعة حضرموت هؤلاء قليل يعني الهند ذهبت إلى أندونيسيا أنا الحقيقة ربما عدد يعني الحضاري ما في أندونيسيا قد يكون أكثر من حضرموت ذاتها يعني هناك كثير جدا كثير عوائل مشهورة كأنك في حضرموت السقاف والجفري وكذا الأسماء نفس الأسماء وعوائل كبيرة جدا يا إذن يا أخي تقول الله جل جلاله المال والتجارة وبعدين يعني هم يعلمون جيدا أن أصحاب رجال المال في ذات الجزيرة العربية أغلبهم يصوف فيه كبار رجال الأعمال يعني أسرة بلاد كانت وهابية الميمنة كانت وهابية هم يعلمون جدا الحقيقة لا أريد أن أتكلمه هم يعلمون جيدا يعني يعلمون أن هذه الأسماء من أسماء العريقة في التصوف وهم أصحاب المال وأصحاب التجارة وقامت على أيديهم المشاريع الإنشائية في الجزيرة العربية كل المطارات والطرق والحشية بناها من بناها؟ بل لادن ونحو ليس أسامة بل لادن أسامة بل لادن هذا الرجل مسكين يعني دخل الطريقة الوهابية وحتى حقيقة لم يكن تكفيريا لكن حصل ما حصل يعني تسلط عليه الوهابيون وخرج شذل عن طريقة أهله وجماعته على كل حال هذه المغالطة ليست لصالحكم لأن الجيل الذي كان مخدرا يمنع إدخال المطبوعات واحد يمنع الكلام في غير ما نريد نأتي بالعالم الأزهري ونخلي مكانه في الأزهر ونجعله في جمادة مسكين يحاول أن يحافظ على أرزاق لأنه يعيش في حال تحت خط الفقر يعني من أبرز المفسرين في العصر الحديث سأل أي عامي أي عامي أي عامي في الشارع قل له هكذا بس يكون هكذا يتكلم شيء من العربية قل له من أبرز مفسر موجود عند المسلمين في هذا العصر سيقول لك الشيخ محمد متولي الشعراوي يعني شاذلي يعني أخذ بالقايد في الجزائر يعني رجل من الشاذلية وهو أشهر مفسر في الكتاب الله سبحانه وتعالى أهل تونس يعلمون جيدا الأسرة العريقة العاشور أغلبهم شاذلية وكلهم من كبار علماء الإسلام فإذا يعني إذا قلتهم فعدلوا لأن الله لا يحب هذا الله لا يحب هذا الظلم قولوا الحقيقة لماذا تخفون الحقيقة حتى لا يتجه الناس إلى التصوف حينما يرى أن صلاحة دين أيوب كان صوفيا وأن نور دين الشهيد كان صوفيا وأن مسلسل أرطغرل هذا بحد ذاته كان صدمة كبيرة جدا على ما فيه من أقاليط لنا مقطعا يتكلم عن مسلسل أرطغرل لماذا؟ لأنه أبرز شيئا يسيرا من الحقيقة التي حصلت وهي أن رجال التصوف هم المرشدون لغزو الروم قال لا والله الصوفية كانوا يحاربون الجهاد يحاربون الجهاد تكلمنا عن هذا مرات كثيرة يحاربون أي جهاد جهادكم هذا جهادكم جهاد الحاكم أو جهاد التكثير المسلمين قتال المرتد نعم بلا شك نحارب هذا الأمر لكن أريني كم واحدا من شهدائكم مات على جبهة فلسطينية أريد هكذا أدكر أسماء من الشيوخ الوهابية أبو فلان الفلاني وأبو علان العلاني وكذا أريد كم واحدة منهم استشهد في حرب فلسطين أريد عدد واحد اثنان نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم الإنصاف لأن هذا مطلوب حتى مع العدو وإذا قلتم فاعدلوا لأن هذا منهج قرآني وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا أولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم